اشتركوا في القناة والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله بس تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس بعد طرده بالسبب تدخله العنف ضد الزلزولية محمود صابر يواجه عقوبة الإيقاف لمبارتين ويغيب عن أول مواجهتين في أولمبياد باريس 2024 يواجه لاعب منتخب مصر لأقل من 23 سنة محمود صابر عقوبة الإيقاف من طرف اللجنة الأولمبياد الدولية بالسبب تدخله العنف ضد عبدالصمد الزلزولي في نهاي كأس أفريقيا تحت 23 سنة وقررت اللجنة الأولمبياد إيقاف اللاعب المصري في أول مبارتين بدور المجموعات لحساب أولمبياد باريس 2024 وذلك لأن كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة تعتبر مصابقة تمهيدية للألعاب الأولمبياء وجاء قرر توقف محمود صابر بعد أن أشرح حكم نهائي الكان تحت 23 سنة بطاقة الحمراء في وجه اللاعب المصري بالسبب تدخله العنف ضد الزلزولي جدير بالذكر أن منتخبات المغرب ومصر ومالية حجزت بطاقة العبور إلى الألعاب الأولمبياء باريس 2024 بعد احتلالها الصفوف الثلاثة الأولى في المصابقة القرية وكان المنتخب المغربي الأولمبي قد تفوق على نظره المصري بهدفين لهدفه محرزا بذلك اللقب الأول في التاريخ للكرة الوطنية بكأس أمم أفريقية تحت 23 سنة تشافي مدرب برشلونة يوجه طلبا عاجلا إلى عبد الصمد الزلزولي بعد الفوز بلكان بحسب الصحيفة الإسبانيا سبورت فإن مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز أبلغ الدولي المغربي ونجم الأسود الصاعد عبد الصمد الزلزولي بضرورة تقليص مدة إجازتها إلى أسبوع واحد فقط ويأتي طلب تشافي للزلزولي بتقليص فترة إجازته من أجل الالتحاق بمعسكر النادي الكتالونية يوم الاثنين القادم ومرافقة بعتة البارسا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض معسكر تدريبي هناك تحضير للاستحقاقات التي تنتظر الفريق في الموسم القادم وسيتخلل المعسكر الذي سيقيمه برشلونة بالولايات المتحدة بعد المبارية الإعدادية القوية حيث سيواجه من خلالها أندية كبيرة يتقدمها ريال مادريد ومن دون شك كان الطلب الذي تقدم به تشافي للزلزول يرام إلى اقتناع مدرب البارسا بإمكانيات الأسد المغربية والاقتناع بمؤهلاته ومنحه فرصة إثبات مستواه بتشكيلة النادي يذكر أن برشلونة سيأخذ تحضيراته للموسم القادم انطلاقا من يوم الاثنين وعند اكتمال الصفوف خلال هذا الأسبوع ستشد بعتة الفريق الكتالوني الرحال سوب الولايات المتحدة الأمريكية لخوض معسكر ثاني مصدر هذا الخبر الجريدة المنتخب الرقراقي يتواج بجائزة جديدة اختار موقع فوت أفريكا الناخب الوطني وليد رقراقي كأفضل مدرب في القارة الصمراء وذلك بعدما فاز بأكبر عدد من الأصوات خلال السفتاء قام به الموقع وفاز رقراقي بمجموع 36.28% من الأصوات متفوقا على السنغالي اليوسيسي الذي حلت ثانيا ثم الجزائري بنشيخة ثلثا والتونسي صبر الدين نابي رابعا وقاد رقراقي المنتخب الوطني المغربي لتحقيق إنجاز غير مسبوق باحتلال المركز الرابع في كأس العالم قطر 2022 أص الإسبانية تتغنى بالزلزول والكرة المغربية قالت اليوم الإسبانية المتخاصص أص في عددها ليوم الأحد أن فوز المنتخب الوطني لأقل من 23 سنتين بلقب كأس إفريقية للأمم على حساب نظره المصري يؤكد الدورة السحرية لكرة القدم المغربية وكتبت الصحيف الإسباني أن اللقب بقي في المغرب لتأكيد دورة سحرية للكرة المغربية مؤكدة أن عبد صمد الزلزول ورفاقه أصبحوا أبطالا وطنين وتضيف اليومية الإسبانية الزلزول حقق هدفه وتوج المغرب بطل لكأس إفريقية للأمم لأقل من 23 سنة وكان لعب برشلون نجمه البارز وذكرت آس أن أجبال الأطلس فازوا في الوقت الإضافي وأحرزوا اللقب في ملعب كان مملؤا عن آخره مشيرة إلى أن كرة القدم المغربية تتقدم بخطات تابتة ولعب برشلون البالغ من العمر 21 عاما هو أحد أبرز نجومها وقالت الصحيف الرياضي الإسباني اليومية مرتديا شارة العميد سجل الزلزول ثلاث أهداف وقدمت ثلاثة مرارات حاسمة في خمس مباريات وتوجه المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة بلقب كأس أفريقي للأمم لهذه الفئة عقب فوزه على نظره المصري بهدفين لوحد بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمتله في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء السبت على أرضية المجمع رياد الأمير مولي عبدالله بمدينة الرباط لحساب نهائي البطول وافتتح المصريون التسجيل في الدقيقة العشرة بفضل محمود صابر قبل أن يدرك يانيس بكراوي التعادل في الدقيقة السابعة والثلاثين وخلال الوقت الإضافي سجل أسامة يراغلين هدف الفوز للمغاربة مدرب اللبؤات يكشف عن القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم كشف الناخب الوطني ريناد بيدروس عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني لكراس القدم النسوية المشارك في كأس العالم المقرر إجراؤها في أستراليا ونيوزيلاندا ابتداء من 20 من يوليوز الجاري وتضمنت القائمة النهائية التي حددها مدرب اللبؤات قبل تسعة أيام من انتلاق منافسة كأس العالم 23 لاعبة منهن 14 محترفة في الدورية الأجنبية وضمت اللائحة كل من إنس أرويسا أرميشي خديجة وأسيا زهير نسرين الشاد ويسمين أمرابط صباح صغير وأيت الحاج حنان رقي مزروعين هيل بنزين زين بردواني أليس الحماري سار كاسي ونجات بدري وغيزلان شبك وإلود نقاش وكنز شابيل وسكين أزراوي ديكي فاطمة قناوت وسلم أماني وفاطمة غربي ورزل آيان وابتسام الجريدي وصوفي بوفتيني ووصلت باعتة المنتخب المغربي للسيدات يوم الاثنين إلى أستراليا حيث سيخوض الفريق الوطني مباراة ودية أمام الجامعكة لحد المقبلة قبل دخول غيمار نهائية كأس العالم وكانت قرعة نهائية كأس العالم لكرة القدم النسوية التي ستجرى مناصفة بين أستراليا ونيوزيلاندا قد وضعت المنتخب الوطني في مجموعة تضم منتخبة ألمانيا، كوريا الجنوبية وكولومبيا بعد طرده بالسبب تدخله العنيف ضد الزلزولي محمود صابر يواجه عقوبة الإيقاف لمبارتين ويغيب عن أول مواجهتين في أولمبياد باريس 2024 شافي مدرب برشلون يواجه طلبا عاجلا إلى عبد الصمد الزلزولي بعد الفوز بالكان أرغرغي يواجه جوبي جيزا تنجد دو